اشتركوا في القناة وقال بيان صادر عن مجلس الامن ان هذا الهجوم يشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الاقليمي بما في ذلك في اليمن ودعى مجلس الامن الحثيين الى انهاء الهجمات كما دعى جميع الاطراف لاحترام التزاماتها بمجاب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني مشددين على ان التصعيد لن يؤدي الا الى تفاقم معاناة الشعب اليمني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة